طيب امبارح في احد البرامج ودي من ضمن الحملة المعمولة على النادي الاهلي واسم النادي الاهلي حملة ممنهجة انه طلع فلان النهاردة في القناة دي عشان يقول معلومات خاطئة 100% ضد النادي الاهلي وطلع فلان التاني الناحية التانية يهزر ويدحك على النادي الاهلي واسمه ويقول معلومات خاطئة مليون في المية وطلع فلان التاني ليه بقى علشان يتعمل وفي عالسوشال ميديا فلان الفلان يطلع يقول لك هادي الحكام وهادي الانزارات وهادي الافصيدات والاجوان اللي بتتحسب كلام اللي حضراتكم بتشوفوا اليومين تلاتة اللي فاتوا دول احد طبعا يعني هقول لحضراتكم حالا حطنا انبالح قال كمية معلومات مغلوطة على النادي الاهلي ومجرد كلمتين بس عشان لمجرد ان انا اهيج الجمهور او اقول للناس اللي تابعي ان انا هو بقول كلام حلو ضد النادي الاهلي خلاص بعنوان الكلام اللي اتقال ايه اتقال بعنوان اش معنى التأجيل للنادي الاهلي هو التأجيل للنادي الاهلي عليه سكر هو اتقال كده هو التأجيل للنادي الاهلي عليه سكر مش عارف اقول ايه والله ما عارف اقول ايه هو الاهلي بس اللي بيروح مهمة وطنية والفلق التانية رايحة مهمة سرية اتقال كده يا جماعة على الهواء مباشرة مباشرة على الهواء مباشرة اتقال كده قال ان مش معنى ان الاهل يتأجلوا ماتش في الدوري وبيراميدز قبل مواجهة مازينبي والمصري لم يتم تأجيل مباراتهم في الكنفدرالية ده اللي اتقال على الهواء مباشرة طيب الحقيقة ايه والحقيقة اللي احنا هنقولها برضو من بيان رابطة الاندية من بيان رابطة الاندية بيان رابطة الاندية في ذلك الوقت اعلنوا عن تأجيل مباريات الاندية التلاتة بالتساوي الاهلي وبيراميدز والمصري نظرا لوصولهم الى دور التمانية في البطولات الافريقية بتاريخ 2-2-2022 بتاريخ 2-2-2022 تخيل حضرتك ان حد طالع قبل مباراة لفريق النادي الاهلي المصري النادي الاهلي المصري وبيقول وبيكلم على اصل التأجيل النادي الاهلي عليه سكر اما التأجيل اللي بقيت الاندية فدي مهمة سرية وبيقول معلومات مغلوطة وخاطئة 100% مش اللي أنا اللي بقولها لا ليه المعلومات اللي بيقولها معلومات غضر ان النادي الاهلي بس هو اللي بيتأجله ما هو يا فندم رابطة الاندية المسؤولة على التأجيل وعدم التأجيل والهيصة دي كلها قالت في بيان لها الاهلي وبيراميز والمصري شمعنا التلات فرق دور عشان وصلوا لدور التمانية في ذلك الوقت والبيان حضرتك بتاريخ 22-2022 وتقال ايضا ان نادي الزمالك تقال كده على الهوى ان نادي الزمالك طلب تأجيل مباراة الداخلية قبل نهاء الكنفدرالية 2019 طيب هل تأجل ولا ما تأجلش الحقيقة ان الزمالك تأجل له مطش الانتاج الحربي اللي كان مقرر لي 15 مايو قبل نهاء الكنفدرالية وان مطش الداخلية ده كان يوم 12 مايو يعني واللي طلب يتكلم بيقول ايه بيقول ان الزمالك طلب تأجيل مباراة الداخلية الزمالك في ذلك الوقت كان عنده مباراة يوم 19 خلاص الزمالك كان عنده مباراة يوم 19 فكان عنده مباراة مباراة نهاء الكنفدرالية يوم 19 وكان عنده يوم 15 انتاج الحربي في الدوري ويوم 12 الداخلية في الدوري فبيتقال ان الزمالك ترفض ان هو يتأجل له مطش الداخلية طب ما هو على فكرة ما هو النادي الاهلي ترفض ان يتأجل له مطش اللي تلعب من كم يوم ويتأجل له مطش بعد موافقة وبعد موافقة رابطة الاندية وبعد ما النادي الاهلي قال ان الدولين بيش هيلعبه يوم 15 ستة طيب الحقيقة بتقولي ان الزمالك بالفعل اتأجل له مطش الانتاج الحربي اللي كان يوم 15 اللي قبل المباراة النهائية باربع تيام وان مطش الداخلية كان يوم 12 وده كان اخر مطش الزمالك لعبه وكان قبل 8 ايام من مباراة النهائي امام نهضة بركان في ذلك الوقت واجيب لحضراتكم الجدول بتاع هذه المباراة ترجمة نانسي قنقر